السلام عليكم الدراسة في خمسة فبري يعني سادس فبري فبراير يوم الاحد ان شاء الله ستكون العودة الى المقاعد بصفة عادية مباشرة عقب انقضاء فترة تعليق الدراسة التانية التي اقرتها الوزارة الاولى مؤخرا التقرر مبدئيا تمكين الاساتذة والاداريين من عطلة كوفيد لا تتعدى اسبوعا واحدا على ان يلتحق التلاميذ بمؤسستهم التربوية بعد خمسة ايام من الاصابة بالوباء اي ان اذا اصيب تلميذ بوباء الكوفيد فان له عطلة لا تتجاوز خمسة ايام يبقى في البيت يقوم بالحجر ثم يعود الى المقاعد بعد خمسة ايام من هذه العطلة لاجل وضع حد للفوضى العطلة المرضية وتفادي مواجهة مدارس فارغة على عروشها لان يعني رانا في وقت مؤسف وشيء لا يصدق بان ابنائنا اصبحوا شبه مشردين بدون دراسة يجب علينا ان نعود الى المقاعد الدراسة هذا ان اردنا يعني المستقبل ابنائنا يكون احسن اذا هنا بمصادر من شروق انه بناء على المعطاية الاولية ومرتبطة بالتطور الوضعي الوبائي فان التلاميذ سيتحقون بماقع الدراسة الاستثناء في دروس الفصل التلاتي التاني بصفة عادية الاحد الموافق المقبل الموافق لستة وليس خمسة التقرر مبدئيا عدم تمديد تعليق الدراسة الاستثنائي لفترة ثالثة لعدة احتبارات ابرزها ان اه ان جل الاساتذة والاديانية حتى التلاميذ الذين اصيبوا بخلال فترة واقف الاستثنائي يعني اخداو عشرين يعني العطلة كانت طويلة ولهذا فان العودة ستكون ان شاء الله عودة امنة بما ان كل تقريبا كل العائلات وكل الاطفال كل الوالدين قد اصيبوا بهد الوباء ورانا في مناعة القطع ان شاء الله يكون خير ونجعو للمقاعد الدراسة ويكون فيها خير ان شاء الله لجميع وطلعوا في روحكم السلام عليكم